قبائل خولان تعود إلى الواجهة مجدداً مؤتمر عام لهذه القبائل عقدة في مأرب دون أن تتضح الصورة الكاملة لمجرياته وأهدافه سوى أنه انعقد في ساحة تابعة للشرعية وتحت مظلتها وفي ظل حضور الرفيع المستوى لممثلي التحالف العسكري ما يحمل على الاعتقاد بأن ما أباح به أحد مشائخ خولان في المؤتمر بشأن هدف مؤازرة الشرعية ليس إلا جزء من أجندة متعددة الأهداف المؤتمر في هذه الأجواء المهيبة يعد إضافة نوعية لموازرة الشرعية والتحالف في هذه الظروف العصيبة لكن ثمت ما يدفع بهذه القبائل إلى الاجتماع فواحدة من المعارك التي تخوضها الشرعية ضد الإنقلابيين تجري في أراضي هذه القبيلة بدءا من صرواح التي تشكل بداية مسار محتمل للجيش في التضاريس الجغرافية الصعبة التي تهيمن عليها قبائل خولان وذلك في رحلة الاندفاع القتالي لهذا الجيش صوب صنعاء إذا توفرت الإرادة لدى التحالف والشرعية المفارقة في هذا المؤتمر أنه يشكل ثاني أهم اجتماع تعقده قبائل خولان خلال عامين فقد سبق لقبائل خولان ان اجتمعت في السابع عشر من فبراير من العام الماضي للتنديد بالقصف الجوي الذي طال منزل شيخ مشائخ هذه القبائل محمد بن ناجي الغادر في خولان الطيال بينما لم يكن الغادر موجودا فيه بسبب رحلة علاجية له إلى الأردن اللافيت في مؤتمر قبائل خولان هو حضور قائد سعودي بارز من القوات البرية الملكية السعودية هو العميد عون بن منيع القرن ودوره المؤثر في توجيه مسار المؤتمر ونشكركم ونسعى إن شاء الله لدعم هذه القبيلة بكل ما أوتينا وننبخى عليها بأي شيء وعود هذا القائد خلال كلمة له في المؤتمر مثلت إشارة تبعث على الأمل بجدية قائدة التحالف في المضي قدما نحو استكمال استحقاقات حرب استعادة الدولة ولكنها أيضا أثارت القدر نفسه من القلق والمخاوف مما يعتبره المراقبون تعاملا بالتقصيط مع مكونات الشرعية وأنصارها من جانب المملكة ما قد يشير إلى الأجندة المنفصلة تماما للمملكة عن الشرعية وأهدافها وأولوياتها ويؤكد مؤتمر قبائل خولان أن قبيلة خولان ستظل بكل إمكانياتها ورجالها دائما وسندا لجهود القيادة الشرعية ووقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة في هذه المعركة المفروضة على شعبنا لخولان دور منتظر في تحقيق الأهداف العسكرية المقبلة للشرعية في استعادة صنعاء من الإنقلابيين وذلك ضمن أدوار منتظرة من قبائل طوق صنعاء الرغبت في التحرر من الطوق الحديدي المذل الذي فرضه الحوثيون على هذه القبائل منذ سيطرتهم على صنعاء بتواطئ مكشوف من الجميع